صحي ولزيز لزيز تاكلناك صحي ولزيز لزيز من عندناك أكلك سليم من غير رجيم سمي وكل يلا بالهناك صحي ولزيز أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم صحي ولزيز زي ما عودناكم كل مرة وكل حلقة بنجيب لكم أكلات تكونوا بتحبوها وأكلات تكون على قد إديكم وتعملوها في المطبخ وتستفيدوا بيها وتفيدوا طبعا الأسرة وتفيدوا الأولاد زي ما عودناكم الأكلات بتاعتنا أكلات صحية وأكلات لزيزة بس النهاردة إحنا هنطلع عن النظام شويتين علشان فصل الشتاء والبرودة اللي في الجو اللي انتم شايفينها علشان كده اخترنا لكم أكلات مميزة واخترنا لكم وصفات سهلة وبسيطة وكلكم بتحبوها بس يا ريت الأكلات بتاعتنا تعملوها في البيت لأنها أكلات سهلة ومفيدة وفي البيت هتكون صحية جدا معانا النهاردة يا جماعة من ضمن الأكلات اللي احنا جايبينها لكم والوصفات السهلة البسيطة الصحية اللذيزة معانا الكباب المشوي على الفحم وكمان من ضمن الحاجات اللي لازم تكون مع الكباب هي الكفتة المشوية على الفحم أو كفتة الحاتي زي ما بنقول وكمان معانا الحواوشي اللاسكندراني وانتم كلكم عارفين ايه سر جمال وتقلق الحواوشي اللاسكندراني في تركات بسيطة هنقولها لكم النهاردة هنعلمكم ازاي تعملو كباب ماشي على الفحم وكفتة مشوية على الفحم وحواوشي اسكندراني وكمان هنعلمكم ازاي نعمل الفراخ المشوية على الفحم بطريقة سهلة وبسيطة وازاي تكون ممتعة وازاي تكون لها طعم خاص لما اعملها في بيتي او اعملها في مطبخي ده كله احنا بنتلاشى حاجات كتير جدا من الاخطار او الايوب اللي بتتقدم لنا في المطاعم ان ممكن انا اكل كفتة مشوية معرفش ايه هي مكوناتها علشان كده ممكن بعد ما ياكل يجي لي اسهال او كي او يجي لي اي اعراض انا طبعا في غنى عن مثل هذه الاعراض ان انا اعمل الاكلة بتاعتي اعملها تكون صحية وتكون مفيدة لاولادي اعملها في البيت طبعا اعملها بمكونات على قد ادية ومكونات سهلة وبسيطة وكون عارف انا باكل ايه وايه المكون الرئيسي للاكلة بتاعتي علشان اكون ضمنها وضمن صحتها وسلامتها طبعا احنا هنقولكم على تركات سهلة وبسيطة جدا لما نعمل الكفتة او لما نعمل الكباب وكمان لما نعمل الفراخ المشوية ايه هي يا جماعة الحاجات اللي بيستخدمها الشيف علشان تكون الاكلة بتاعته اكلة لذيذة وطعمها يعني شايك زي ما قودناكم احنا معانا كل مفاتيح وكل اسرار الاكلات اللي احنا بنقدمها ليكم من ضمن الاسرار والمفاتيح اللي احنا جايبينها لكم النهاردة في الكباب المشو الكباب المشو يا جماعة بيكون من اللحم البتلو او من اللحم الضاني وبيكون احنا مختارينه من قطع معينة بيكون اللحم بتاعه الانسجة بتاعتها انسجة خفيفة وسهلة السوا وبتستوي على اقل نار يعني بتستوي بطريقة الشواء اللافح او طريقة الشاوي على الفح وبتستوي بطريقة قويسة جدا وما تشدش وتكون طعمها شايك ولذيذ لما نتبلها احنا قلنا من اول المفاتيح ان احنا بنختار نوع اللحم يا جماعة اللي هو لحم الكباب بيكون من اللحم الضاني ويفضل لحم الجديان او الخرفان وده طبعا بيكون طعمه شايك وكمان احنا ممكن نعمله من عرق الفلتو لان الانسجة بتاعته انسجة خفيفة ولينة تقدر تستوي معانا باقل نار وكمان يا جماعة التدبيلة بقى بتاعت الكباب بتاعي انا مش هاختار ولا هعمل حاجات كتيرة تكون صعبة علي انا هبشر بصلايا كويسة واخد المية بتاعتها واعصر عليه لمونة وده طبعا بيتماشى مع الكمية يعني انا هعمل كمية كيلو لحمة هعمل لها بصلتينة بشورهم كويس جدا وصفي واخد مية البصل بتاعتي وديها عصير لمون وملح وفلفل وبعد كده يا جماعة التوابل انا بحطها زي ما انا عايز انا باختار التوابل بتاعتي زي يعني بعمل خلطة او ميكس من التوابل زي ما انا اكون شايف الاكلة بتاعتي هتكون بالتوابل دي اتعمل ازاي طبعا احنا معانا الكفتة المشوية على الفخب الكفتة المشوية يا جماعة مع بصل وطماطم يعني ده كيلو الا ربع من اللحم وبحط له ربع كيلو دهن يا جماعة والدهن يكون من دهن التقشيط دهن التقشيط يا جماعة من الحاجات اللي هتمسك معايا الكفتة وكمان انا بديها الملح اثناء الفرم وافرم الكفتة بتاعتي والشين على المفرمة علشان تكون نعمة معايا علشان ما تفكش من على السيخ التوابل بتاعة الكفتة يا جماعة زي ما انتم شايفين هو الملح ولازم يكون بمقدار معين وفلفل اصمر يا جماعة وممكن كزبرة مطحونة وسنة بابريكة صغيرة او شطة وزي ما انتم عارفين الكفتة بتاعتي لو انا حطيت فيها بصل اثناء الفرم وعادت الكفتة بتاعتي مدة طويلة في التلاجة هتلاقوا لونها غير وبقت يعني مسمر اللون بتاعها ومعادتش عجباني قد كده فانا بتلاشى الحاجات ديت واعمل تدبيلة الكفتة يا جماعة اثناء الشغل مباشرة ان انا ابشر بصلتين ومعاهم طماطميتين واعصر عليهم عصير لمونة وحط ملح وفلفل وممكن سنة خل صغيرة وزي ما عودناكم يا جماعة البشر في تدبيلة اي شيء بيوبى افضل بكتير جدا من ان انا افرم في الخلاط دي طبعا الكفتة بتاعتي بعد ما شاوتها متمسكة وجيدة جدا وحلوة جدا اقدم معاها حلقات البصل المشوية وممكن حلقات الطماطم والفلفل الاخضر وقدم طبق كامل لأسرتي هيستمتعوا بيه وهيكون افضل بكتير جدا من الكفتة اللي انا بجيبها من المحلات انا اخترت لكم اكلات النهاردة ان احنا نعملها في البيت هتكون حاجة صحية جدا هتكون سهلة وبسيطة انا قلت لكم على التركات بتاعتها ان الكفتة لازم تاخد ملحة اثناء الفرم وتاخد مادة دهنية اللي هو دهن التقشيطة او بسيط من الدهن الضاني وده طبعا بيديها طعم وبيديها مزاق خاص ومزاق فريد علشان اولادنا واطفالنا بيحبوا طبعا الكفتة المشوية على الفحل نقدر كلنا نعملها في بيوتنا بسهولة ويصف والمكونات سهلة وبسيطة جدا انا قلت لكم كيلو الا ربع لحمة معاها ربع كيلو دهن ضاني او دهن تقشيطة والملحة اثناء الفرم يا جماعة زي ما عودناكم ونفرم الكفتة والشين علشان تكون نعمة علشان لما سيخ الكفتة او اشكها على السيخ ما تقعش مني ومن ضمن الحاجات اللي بتوقع على الكفتة ان انا لازم اربط الكفتة على السيخ كويس باديا علشان خاطر ده يعمل لها تماسك لما تيجي تنزل على النار تدنها الكفتة بتاعتي زي الفل ده الكفتة بتاعتي وده الدهن اللي انا جايبوا ليها او المادة الدهنية اللي هتعمل على تماسك انسجة اللحمة وده الفلفل الاصمر بتاعي وكمان هضف لها معلقة ملح يا جماعة الملح والتوابل يا جماعة انا بحطهم بمقدار معين ومقدار مناسب يعني انا بحط لكل كيلو لحم كفتة بحط له 10 جرام ملح تبلية شيف 10 جرام بالذات علشان خاطر الملح الزيادة انا مش هقدر بعد كده اتفداه فلازم يكون ملحي قليل في كل اكلاتي وبعد كده اتزوق الاكل اللي انا بعملها واشوف لو الملح الليل ابدأ ازود الملح التاعي ولو الملح مناسب يبانا كده في التمام وزي ما انتم شايفين على الشاشة الكفتة بتاعتي انا فرمتها وش وهضيف لها الدهن والملح والفلفل الاصمر وافرمها في الوش التاني وابدأ يا جماعة ادخلها التلاجة الكفتة لازم تطلع من التلاجة وتكون بردة جدا قبل ما شكها مباشرة على السيخ الكفتة بتاعتي يا جماعة ممكن اعملها في الفرن طبعا ممكن اعملها في الفرن بس الافضل يا جماعة ان الكفتة تستوي على الفحب بيديها طعم ومزاق رائع وكمان يعني ما بتفقدش كل القيمة الغذائية بتاعتها لكن خلاف الفرن او الصينية لما بدخل الكفتة بتبدأ الكفتة بتاعت يا جماعة تقل المادة بتاعتها وتنزل في الصاج او الصينية اللي انا عاملها وتبدأ الكفتة تكش هل ممكن يا شيف انا ممكن اعمل الكفتة على خلة خشب وابدأ اشويها في الفرن او اشويها على الفحب طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم الخلة الخشب معايا وانا بصبع دلوقتي الكفتة وبراعي التصبيع بتاعتي ما تكونش الكفتة تخينة قوي علشان المسام بتاعتها من الداخل تستوي وكمان ما تتحرقش من الطبقة الخارجية وزي ما انتم شايفين دي طريقة عمل الكفتة سهلة وبسيطة جدا نقدر كلنا نعملها في البيت ونعملها في المطبخ لو عندك شواية بالكهرباء او لو عندك جريل ممكن تعملي زي ما انت شايفة حلقات بصل مع الكفتة وحلقات طماطم وكمان ممكن اجيب فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر يعني فلفل الوان مجموعة فلفل الوان واشوي ده كله على الجريل او على الشواية او على الفحب مع الكفتة وقدامها يا جماعة زي ما انتم شايفين هيكون طبق رائع وطبق شايف جدا وهتتمتع بيه لان انت عارفة انت حطى مقادير ايه وحطى طبعا مادة دهنية قد ايه وطبعا احنا المواد الدهنية بتاعتنا طبعا مفيدة جدا في فصل الشتاء لانها بتبعث لنا الطاقة وبتبعث لنا الحيوية والنشاط علشان نقدر نقوم باعمالنا طبعا النار اللي هتكون على الكفتة يا جماعة انا بفضل ان النار تكون نار بسيطة قوي وخفيفة ما تكونش نار عالية جدا او كمية نار متوهجة قوي فهتحرق معايا المنتج اللي انا بقدمه ومش هقدمه بطريقة كويسه هو من افضل طرق الطاهي ان انا في طريقة الطاهي بتاعتي احتفظ يا جماعة بان المنتج بتاعي يدنه في القيمة الغذائية بتاعتي يعني مفقدش كمته الغذائية وبعد كده اكل الاقي الحاجة بتاعتي نشفة وما فيهاش اي نوع من البروتين وده طبعا يا جماعة لازم نتفديه في جميع اكلاتنا انا هعمل كفتة مشوية هعمل كباب مشوي هعمل فراخ مشوية لازم يا جماعة اعملهم بطريقة طاهي مناسبة والنار بتاعتي تكون نار بسيطة ونار هادية جدا وابدأ يا جماعة اقلب الكفتة بتاعتي بعد حوالي دقيقتين على النار لان التقليب ده مفيد جدا مفيد ان انا اقلب الكفتة بتاعتي علشان ما تفكش من جهة والجهة التانية تكون ما استويتش فده طبعا لازم اقلب الكفتة واثناء الكباب يا جماعة انا بجيب سكينة وببدأ افتح الكفتة بتاعتي او الكباب علشان اعرف السوا بتاعي وصل لحد فين ده نوع من الاختبار بتاعي اللي انا بعمله علشان اقدر اعرف المنتج بتاعي طريق يعني السوا بتاعه بقى وقته قد ايه وبقى هو لحد فين دلوقتي وابدأ يا جماعة دي تدبيلة انا اعملها بتدبيل بيها الكفتة وهي على النار دي مية بصل وفلفل اصمر وملح زي ما انتم شايفين وكمان يا جماعة من من افضل طرق الطهي اللي هو الطهي بالشواء اللافح او الفحم ده حاجة كويسة جدا حاجة بتمتعنا بمزاقها الفريد ومزاقها اه اه المتنوع ان انا ممكن اشوي في رخة مشوية او كفتة مشوية الطعم يا جماعة بيوبة هايل جدا انا بعد كده هشيل الخلة بتاعتي عشان خاطر سلامة اولادي اه والاطفال يا جماعة طبعا لازم ما نقدمش لهم اه في اكلنا اي مواد حدة او اي مواد اه تضر بصحتهم زي ما انتم شايفين انا بشيل الخلة وبعد كده قدم المنتج بتاعي لأولادي على الطبق بطريقة سهلة وطريقة بسيطة وكمان تكون طريقة شيقة يعني اهم شيء ان انا اقدم الاكل بتاعي ببرزنتيشن مختلف او بشكل جمالي مختلف علشان الاولاد يتعودوا عليه وطبعا احببهم في الاكل بتاعي من المطبق بتاعي علشان خاطر اتفادى المخاطر اللي بتجيلنا من الاكلات اللي احنا بناكلها في المطاعم اللي برا طبعا انا ما بقللش من قيمة المطاعم المصرية في مطاعم شهيرة جدا ومطاعم نظيفة جدا لكن يا جماعة انا لما اعمل المنتج في بيتي هكون ضامن الجودة بتاعته وكمان هعمله الاولادي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة احببهم في الاكل البيتي اللي مفيش زيه طبعا الاكل البيتي ده صحي جدا وانا هعمله بطريقة صحية وانا هعد المطبق بتاعي يكون مطبق صحي ويكون مطبق نضيف وهخسل الاواني بتاعتي زي ما اتفقنا قبل كده بنظافة جيدة جدا ولما اخسل خضار او اخسل فاكهة زي ما انتم عارفين بديله تروبس بسيط من الخل او مادة من الكيميكال اللي هي كيميكال صحي ينفع ان انا اخسل به الخضار او الفك وزي ما قلتلكم ان احنا قدمنا الكفتة معانا كمان النهار ده يا جماعة الفراخ المشوية والكباب المشوي ويا ريت نعمل كمان معاهم الصلطات يا شيف صلطة الطحينة وصلطة الكباب جي من الحاجات الشيقة والممتعة اللي اولادنا طبعا بيحبوها وسهلة وبسيطة وانا بفضل ان اي اكل يكون على صفرتي يكون معا نوع جميل من الصلطة الخضرة او من الصلطات المشكلة او المكس صلطة او صلطة الفروت صلطة او اي شيء من انواع الصلطات يا جماعة لانها صحية ومفيدة جدا للاولاد لانها فيها عناصر غذائية واملاح معدنية وفيها حاجات كميلة جدا من ضمن الحاجات اللي هنقدمها لكم النهاردة يا جماعة صلطة الطحينة علشان نقدر نعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة صحية صلطة الطحينة من الحاجات والصلطات اللي اولادنا طبعا بيحبوها زي ما انتم شايفين دي صلطة الطحينة يا جماعة انا هعملها في بيتي هتكون مختلفة جدا عن اللي انا هاكلها في المحل دي يا جماعة انا جبت مقدار 100 جرام من الطحينة تمام وحطتهم في بان صغير وحصرت عليهم اثنين لمونة وهبدأ اقلبهم يا جماعة وحط لهم ملح وكمون وشطة والمية اللي احل بيها الطحينة يا جماعة يريد تكون يعني مية سخنة وابدأ اقلب الطحينة بتاعتي بمضرب او بمعلقة زي ما انتم شايفين لحد ما اوصل بيها ان هي تفك او تسيب شوية من بعضها لكن يا جماعة انا افضل ان المية اللي انا بحطها تكون بسيطة ما تكونش كتير قوي علشان اقدر اتحكم في مقدار الطحينة وسمكها معايا هيكون عامل ازاي طبعا دي الطحينة طحينة سمسم انا عملتها زي ما انتم شايفين كده وابدأ ممكن اديها جرنش بقدونس ممكن اديها فصل طوم ناعم جدا ده طبعا في فصل الشدة بيوبة مفيد جدا وكمان انا مدتها كمون ودتها ملح زي ما انتم عارفين الكمون والملح ده من اساسيات صلطة الطحينة صلطة الطحينة سهلة وبسيطة ونقدر كلنا نعملها لكن اهم شيء فيها ان احنا نقدر مقدار المياه اللي احنا هنخطه عشان ما تسبش قوي وكمان نديها مقدار من اللمون او المادة الحمضية زي الخل مثلا هي دي اللي هتربط معايا صلطة الطحينة مقدار مناسب يا جماعة ما يكونش فيه الازعة اللي هي بتاعة الخل لازم يكون مقدار مناسب زي ما تعودنا قبل كده ان احنا قلنا نعود الخل باللمون لان الخل يا جماعة من الحاجات اللي طعمها شديد شوية فلازم انا عود الخل باللمون وده بيبقى طعم افضل وطعم صحي ولزيز زي ما انتم عارفين ان احنا بنقدم لكم اشهل مأكلات المأكلات والمشويات النهاردة علشان فصل الشتاء وعشان البارد اللي احنا فيه علشان خاطر نعود اولادنا ان احنا نعمل لهم كل اللي هم يطلبوه في المطبخ بتاعنا وتكون اكلات صحية واكلات لزيز الفراخ المشوية يا جماعة من اسهل الحاجات اللي نعملها في البيت وتكون سهلة وبسيطة ولها طرق متعددة يعني علشان خاطر التغيير ونقدر نقدم مع الاكلات في المشويات بتاعتنا يا جماعة لاما رز بالخلطة لاما رز بالكاري اي نوع رز يا جماعة نعمله وده طبعا علشان خاطر نستفيد بقى من البروتين في الكفتة او اللحوم بتاعتنا ونستفيد كمان من الشويات في الرز بتاعنا ونستفيد كمان من الفيتامينات اللي هي موجودة في السلطة الخضرة بتاعتنا وطبعا السلطة التحينة طبعا مفيدة جدا يا جماعة عشان هي مصنوعة اساسا من السمسم وزي ما انتم عارفين ان السمسم مفيد جدا لان فيه زيت السمسم وده زيت صحي ومفيد جدا يعني المفروض نعتني باولادنا ان احنا نأكلهم دايما اللي هو الحاجات المشتقات بتاعت السمسم وكمان زيت الزتون وزيت بزرة الكتان لان الحاجات دي كلها حاجات غنية وحاجات مفيدة جدا وبتساعد الاولاد في ايام الامتحانات على كمان الزكرة يعني الحاجات دي مفيدة وسهلة وبسيطة نقدر نوفرها لاولادنا وتكون حاجات صحية يحبوها من المطبخ بتاعنا طبعا احنا قلنا الفراخ المشوية ما تبلناها الشاشيف تدبيلة الفراخ المشوية يا جماعة سهلة وبسيطة جدا لك لازم اعرف ايه الفرق بين تدبيلة اللحوم وتدبيلة الفراخ وامتى الفراخ تاخد وقت ايه في التدبيل واللحوم يا شيف تاخد وقت ايه علشان يا جماعة اكون انا صاحي وفاهم ان المنتج بتاعي بعد كده هيطلع الطعم بتاعه هيكون عامل ازاي ده شيء لازم انا اكون عارفه ان انا لما تبل اللحم اللحم بتاعي لحم ضاني او لحم كندوز او لحم بتلو ده طبعا كل نوع من انواع اللحوم دي بتاخد وقت معين وهو الوقت ما يقلش عن 3 ساعات طب يا شيف الفراخ بقى انا بحطها 6 ساعات 6 ساعات في التلاجة للاقي طبعا انا افضل ان الفراخ تاخد ساعتين بس في التلاجة وبعد كده ابدأ اشويها عشان احس وااكل طعم الفراخ طبعا معانا الصلطة الخضرة النهاردة صلطة فيها مجموعات جميلة جدا من الخضروات مفيدة وممتعة للاولاد وطبعا الصلطة الخضرة لما اعملها في بيتي انا طبعا ضامن سلامتها وضامن جودتها وطبعا الصلطة الخضرة بتاعت يا جماعة من الحاجات البسيطة والجميلة اللي احنا لازم نعملها على كل اكلاتنا وتكون طبق دائم على الصفرة بتاعتنا لانه مفيد وصحي جدا طبعا لمرضى السكر وطبعا لأولادنا الصغيرين والكبار زي ما انتم عارفين الصلطة الخضرة يا جماعة بتاعتي هي مجموعة من الخضروات زي الخيار والطماطم والخص الكابوتشي وكمان انا هديها فلفل الوان وفلفل اخضر وديها بصل وديها توابل يا جماعة انا ما بديش الصلطة الخضرة بتاعتي الا كمون وملح وعصير لمون وممكن خل بسيط عايز ادي الصلطة الخضرة بتاعتي جرجير شيء ممتع وجميل جدا بقدونس كويس جدا طبعا الحاجات دي يا جماعة فيها املح معدنية وفيها فيتامينات مفيدة جدا لأولادنا مفيدة جدا لمرضى السكر واي مريض ممكن ياكل ياكل صلطة طب انا يا شيف لو بعمل تخسيس التخسيس طبعا لازم لابد من الصلطة الخضرة يا جماعة لانها حاجة جميلة جدا وبسيطة ولازم كلنا نتعود عليها ونعملها لأولادنا بكميات مناسبة يعني يأكلوا منها زي ما هم عايزين لانها بتحسس بالشبع وكمان مفيدة جدا لجسم الانسان طبعا انا بعمل الفينجريت بتاع الصلطة بتاعتي او التدبيلة اللي انا هتبل بيها الصلطة بتاعتي وانا بديها زيت زتون وبديها ملح وبديها كمون وممكن كمان اديها سنة خل وابدأ يا جماعة دي التدبيلة بتاعة الصلطة بتاعتي ممكن انزل فيها البصل واقطعوا سلايس كده واقطعوا واحطوا في التدبيلة دي وابدأ انزل الخليط ده كله على بعضه في طبق وابدأ امكسه يا جماعة الصلطة الخضرة انا المفروض اتبلها او امكسها وحطها في التلاجة مدة بسيطة يعني نص ساعة او كده وابدأ يا جماعة علشان خاطر تتجانس ويتجانس طعم الصلطة بتاعتي مع بعضين طبعا انا لازم اقدم الطبق بتاعي او الصلطة بتاعتي بطريقة حلوة وطريقة تكون مناسبة وشكل يكون جمالي يكون رائع علشان خاطر اولادي يتقبلوه وطبعا يطلبوه كل مرة واعملوا لهم في المطبخ اكون ضامن ان الاكلات بتاعتي او المنتجات اللي انا جايبها عشان اعمل بيها الصلطة انا غسلها كويس وانا معتاني بيها وطبعا يا جماعة انا عملنا الكفتة المشوية وعملنا الصلطة الطحينة والصلطة الخضرة مش هيفوتنا النهاردة نعمل لكم الحواوشي الاسكندراني اللي بيحبه الكبار والصغيرين طبعا الحواوشي ده يا جماعة من اخطر الحاجات اللي انت ممكن تكلها في المطعم برا البيت لانها انت متعرفش ايه هي المكونات بتاعته المكونات بتاعتنا احنا في بيتنا هي كوباية كبيرة من الدقيق 250 جرام وكمان معلقة صغيرة خميرة وكمان معلقة كبيرة سكر ومعلقة ملح ومعلقة صغيرة كوزبارة نشفة ومعلقة زعتر ونص كوب ماء والمية تكون دافية شوية علشان احنا في فصل الشتاء ونبدأ نعجن يا جماعة عجينة سهلة وبسيطة قوي ونسيبها لحد ما تخمر دي العجينة بتاعت الحواوش الاسكندراني انا هبدأ اعجنها واسيبها يا جماعة تستريح معايا دي الخميرة وده الملح وكمان السكر وبعد كده يا جماعة انا ممكن اديها سنة زيت بسيطة ده الزعتر يا جماعة لانه هيديني طعم ومزاق فريد للحواوش بتاعي انا حطيت المواد الجفة تعودنا وتعلمنا مع بعض انه لما اعجن اي عجين هو الكيلو الديق بتاعي هياخد 550 جرام مية انا مش هحط كل ال 550 هحط 500 جرام وابدأ اعجن يا جماعة المواد الجفة مع المواد السائلة وهو ده العجن بتاعي وهي دي طريقة العجن بتاعتي وابدأ اسيبه يستريح كويس قوي والحد ما يتم انه هو بقضيع في كمية ابدأ يكون عندي لحمة مفرومة معاها حتة دهن ضاني يعني كيلو لحمة مفرومة ادي له 100 جرام دهن ضاني او دهن تقشيطة وابدأ يا جماعة ادي له التوابل بتاعته وابدأ له بصل انا مقطعه ناعم شوفوا يا جماعة انا بشتغل وقدي فيها جلافز انت ما تضمنش اللي في المحل بيكون شغال وقدي فيها ايه ممكن ايده تكون مجروحة وطبعا ده ينزل بكتيريا في الاكل اللي انا بعمله لكن يا جماعة انا بعمل حاجة صحية وحاجة مفيدة لاولادي انا عملت طبقتين من العجين زي ما انتم شايفين دايرتين كده اعملهم وابدأ افرد الخلطة بتاعتي خلطة اللحمة زي ما انتم شايفين وابدأ اطبق الجنب التاني من انا بعمله كل مرة دايرتين بيكون افضل طبقتين اتنين وابدأ باداية كده وقفلهم وادخلوا الفرن يا جماعة او ممكن اعمله على صنية او على جريل وشكله بيكون فظيع جدا وجميل جدا وسهل وبسيط قوي الحواوشي اللاسكندراني حواوشي مشهور ومعروف قوي انه هو سهل وبسيط وطعمه كمان غير اي حواوشي يتاكلوا من برا انت عامله في بيتك المواد اللي انت جايبها مواد انت منقيها تنقيها كويسة ومختارها بجودة عالية وطبعا الحواوشي اللاسكندراني الاطفال والكبار زي ما انتم عارفين بيحبوه لكن المحلات برا يا جماعة ممكن يحطيلي فول سوية طيب الفول السوية يشيف كويس ما هواش مضر لكن انا معرفش ممكن يحطيلي دهون ودهون ما تكونش كويسة ويحطيلي ممكن جلد فراخي تحطي في الحواوشي انا طبعا معرفش المكونات اللي انا بقولها انا كل اللي انا باكله طعم كويس وخلاص لكن يا جماعة لازم احنا نستفيد من اننا نعمل اكلاتنا في بيتنا او في مطبخنا ونستفيد ان هي تكون اكلات صحية واكلات مفيدة الفراخي يا جماعة المشوية طبعا اكلة سهلة وبسيطة قوي واحنا نقدر نعملها بطرق متعددة في البيت ممكن نعملها في الفرن وممكن كمان نعملها على الفح وممكن نعملها شيش وممكن نعملها نص فرخة كامل ويعني زي ما انا عايز انا طبعا قلت التدبيلة بتاعة الفراخي يا جماعة او اي نوع من الطيور هي ميت بصل وبضف لها طماطم مبشورة وكمان بضف لها فص توم ناعم وممكن قديها عصير لمون وخل وطبعا زي ما انتم شايفين هتبل الفراخ بتاعتي مش هديها مدة اكتر من ساعة ونص لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الفراخ الانسجة بتاعتها خفيفة وتستوي بسرعة فانا لو تبلت التدبيلة بتاعتي اكتر من ساعة ونص طبعا هيديني طعم التدبيلة لكن لما اكل الفراخ بتاعتي هحس الطعم التدبيلة والبصل مش هحس قوي بطعم الفراخ طبعا انا ممكن ادي الفراخ بتاعتي مع لقتين زبادي علشان الفراخ بتاعتي الزبادي بيعمل لها نوع من الطراوة او بيفتح الانسجة ويخليها طرية معايا ما تنشفش في اثناء الشاوي بتاعي طبعا دي الفراخ انا تبلتها وبعد ما هتبلها سبع في التدبيلة مقدار ساعة ونص مثلا وبعد كده يا جماعة اجيب الفراخ بتاعتي وابدأ اشكها بقى لاما على سيخ لاما في خلة خشب لاما اوديها كمان بقى بصل وفلفل الوان وطماطم وابدأ اعملها زي الشيش وطبع طعمها حاجة كويسة اوي فيها عناصر غزائية كويسة اوي وكمان زي ما انتم عارفين الفراخ لازم اسويها بطريقة طهي مناسبة وطلعها بعد السوى يا جماعة ما تكونش فقطت كل القيمة الغزائية بتاعتها علشان خاطر نستفيد بالبيتامينات وكل الحاجات اللي موجودة في الفراخ بتاعتي علشان اقدر افيد اسرتي واولادي انا هدخل الفراخ لمدة ساعة ونص في التلاجة بلاش ابيتها ليلة او ست ساعات هي الوقت بتاع الفراخ الوقت الكويس اوي اللي هي تمتص التدبيلة او المارينيشة اللي انا اخدته هو ساعة ونص وابدأ يا جماعة اطلعها على مصفة عشان اصفيها كويس وابدأ اضبط الفراخ يا جماعة المشوية بتاعتي انا بقى ممكن اديها زهطر قبل ما شكها لان الزهطر ده بيخلي طعم الفراخ جميل وممتع جدا ممكن اعمل الفراخ في صنية اعمل الفراخ يا جماعة بتاعتي في صنية ممكن اعملها على الفح ممكن كمان اعمل الفراخ في خلة وديها بصل وطماطم وفلفل وتكون زي الشيش طوق طبعا احنا كل حلقة هنجيب لكم اكلات صحية واكلات لذيذة من مطبخ صحي ولذيذ طبعا معاكم الشيف حماده الشرقاوي كل حلقة بنقلكم الاكلات السهلة البسيطة الاكلات اللي تعجبكم استنونا في حلقتنا في صحي ولذيذ كل اسبوع ومستنين منكم اتصالاتكم واستنين منكم رسائلكم على الفيسبوك صحي ولذيذ الصحة والجمال طبعا احنا كل حلقة بنقدم لكم الحاجات اللي بتحبوها استنونا هتلاقي عندكم كل شيء صحي ولذيذ ومفيد استنونا مع الشيف حماده الشرقاوي في صحي ولذيذ كل يوم اربع طبعا الاكلات بتاعتنا بتكون اكلات مختلفة ومتنوعة واحنا مستنين منكم قراءكم ومستنين منكم ايميلاتكم على الفيسبوك على صفحة البرنامج كان معكم الشيف حماده الشرقاوي في برنامجكم صحي ولذيذ استنونا كل يوم اربع صحي ولذيذ لذيذ تأكلنا صحي ولذيذ لذيذ من عندنا أكلك سليم من غير رجيم سمي وكل يلا بالهنا صحي ولذيذ صحي ولذيذ لذيذ 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 ترجمة نانسي قنقر